شاكلك حبيت اللعبة نقول تاني قشتة تاني خطفته اسمين ليه؟ هي أهبت كده هبت؟ ها بتعرف أنا مين؟ بتعرف اسمي ايه؟ ليه أعرفك أنا اسمي زكريا العطار اسمي ايه؟ خلاص اسمي ايه؟ خلاص خطفته اسمين ليه؟ معرفش هيه أوامر وجاتلي وانا عملتها وخلاص أوامر من مين؟ من يحيى بايه؟ الموف ايه مألة بزبالة لا حاولوها لا جوته إلا بالله محجولة يا زينب مليش رأي في الجوازي ببتة أحط يدي في يد راجل ما اتفكتش معاه وانت من ميتة بتتفك على حاجة عب جادة ما طول عمرك بتعمل اللي بقولك عليه؟ ايه الجديد؟ عشان ما اكسر ليش كلمة يا زينب ما زعلكيش ما حبك يشتزعلي مني خلاص اعتبر نفسك اتفكت واعتبر نفسك حطيت إيدك في إيده واعتبر نفسك وفكت كمان هي مش هتلقى أحسن من عبدالله فاهم؟ لا عبدالله الرجاية ايش عمرها محبة عبدالله والله عبدالله حبها حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله يرحمك يا ست الحدوتة دي ما بترجعكش الورا شوية جدا ما تفكركش بحدوتة زينب وعب جادر؟ هي؟ ما هي كمان غلبانة لا حبته ولا كانت طيجاه ولا هو حباه وتجوازه وعاشوا بالغزب لا واهل أكادة جابوا عيال بس انا حبيتك يا زينب حبيت مين؟ لا انت حبيتني ولا انا حبيتك؟ ايه اللي انت فيه دي؟ حبيت مين يا عبدالله؟ انت حبيت نفسك بس انت حطت عينك عليا وقلت هاخد دي؟ خدت دي؟ ما حبيتش غيرك يا زينب جلبك اللي كنتي واحنا صغيرين ما عرفتش الحب ما عرفتك انت يا زينب حب ايه يا عب جادر؟ ده انت طول عمرك يا راجل كيف تجناحي المكسور اللي مش عارف يضم لي كنت كتف المخلوع ما عرفش تسند عليه وعمري الكتف البايز ما يعرف يضم حد ياه بعد عيشت السنين دي كلتها تلقعت انال غلطان انا كنت فاكر ان انا برضيك يا زينب مشيت مشوار طويل طويل جوي بعد تلف ودور ورجعت نفس النقطة انك مرضياش ولا عملك حضرني انا بنت اللي هتجيبلي نقطة انا ما خبراش انت عملت عيد وتزيد وتلقل ايه انت عمرك فكرت في ارديني؟ لا انت لو فكرت ايه لي ارديني؟ كان زمانك يد جوية كده تشدني لقدام مش ايدك تشدني من ظهري وتحبتني في الارض كان زمانك حضن بيلمني لكن انت ملمتنيش ولا تقدر تلمني كان زمانك فكرت تبقى زي سليم سليم اخوك يا اخوي عايز تبسط الفوق مش تنزلني سبع ارض ولا زي زينة اخوي اللي نخلي مرته مالكة انما انت ترد مين؟ حتى متعافش تردى نفسك الواكسة انت جاسي يا قوي يا زينة كنت فاكر ان العشرة والسنين هتخلق الحب مني بني وهو كان في حب بني اجلك انا بجل عشرة والسنين عملت ايه؟ تصلك بتحلم زودتني كرة وجرف وجسوة وكل حاجة فاهم يا عب جادر؟ وخلصت بجا يا عب جادر الليلة فرح بيتك وتعيلها من جلبك يا رب تشوف لها يومين حلوين وتعيش عيشة احسن من عيشة الزفت اللي انا عشتها معك يا عب جادر يا باش انا ما كنتش موجود ومعرفش ازاي ده حصل طيب يا باش انا ما اغزى عشان عندي نضيف بيتة اللي ضيفة ع الدنيا دي يا يا يحيا بس انا اللي واقفه صغير انك تضرد منها مش فرق يا زكريا بيه اها باخدت منك اي حق برضو مش نموت برضو حق ولا ايه كلام ابويا اللي مؤقفني بتخطف وقتك ايه لا انت مش فهم حاجة يا زكريا ياسمين كده كده كانت تتخطف لو ما خطفتهاش انا كنا اغطفها حد غريب انا خدتها عندي وحمدها يبقى اللي انا عملته ده صح ولا غلط صح انك تقولي مين اللي وراك مين اللي وراك يا يحيا مش فرقة اختك ورجعتلك وانا وحمدها لك تخلصانا مش خلصانا يا يحيا مش خلصانا اللي قول ان ابوك موصين عليك قبل ما يموت انا كنت دفنتك هنا حي سلاحك في ايدك يا زكريا وخلص عليها وقتي عشان وصيت ابوك بقى اولا كلام وكل ده بالنسبة لي كلام في الهوى ابوك لو عايز يقول كلمة عيد لك انا عدلة واقعايش عدلة بس انت اللي مش شايف الكره اللي انت تربيتها لي عمك الكره اللي انت جاءت تكلمني عليه دلوقتي سببه ظلم ابوك اللي انت جاءت دفع عنه دلوقتي يا زكريا ومش هتبطل تدفع عنه صحيح تبطل تدفع عنه ليه ده انت ابن البكري معين ابن البكري موجود انت الكبير يا زكريا معين اخوك الكبير عايش ما قولك ايه لو عاست يتلني خلص لو جاي في صدرك كلمتين قلهم وانا سامعك بس قبل ما تقولهم انا عايز انا وانت نبدل حياتنا يوم واحد بس يوم واحدة زكريا واشوف ساعتها هتقولهم ولا لا انا نفسي بقى مكانك يا يحيا يا اخويا بس لا عمري بحبقى مكانك وانت كان ممكن تبقى مكاني لولا الحركة الغبية اللي ات عملتها دي باتمنى من ربنا ان الدنيا متوقفناش وصد بعض تاني عشان اقدر هنفذ وسائط ابو يلا هرحمه بس لو ده حصل هتتمنى الموت الف مرة ومش هتنوله لاني مش هرحمك اخويا يا عريس انت عارف انا بحلم باليوم ده من متى يا عبدالله ساعت موقعتها على وش الدنيا وانت قلتني اني حبيبتك وهبجمي ولادك كنت بحلم بك جدا وشكلك حلوق ده وشكلك حلوق ده السلبس كان كله كهارب وزاريت والنسوان كلها من كادب وبتحسدنا عليه بس الحلمه هم جالب كابوس وانا اللي متكادب بس ملجتش اللغتي يا عبدالله ده انا لو عدوتك مش هتعمل فيك ده ده انا حبابتك رجاي هاي استنواتني ليه يا عبدالله رجاي انت حببتي انت عارف ان كل دي غصب وبعدين انت عارف كمان انك اغلى عندي من الدنيا كلها وهي مسألة وقته ورجعلك والله هرجعلك كانك في الخاشمة ترجع لمين تعتجمع بينه وبنقتي ولا ايه تفكر ان حد من رجالتك هلاشارين يا عبدالله بس انا عارف انت مش تعرف تعيش مع رجل غيري صح؟ لا مصح يا عبدالله وحيط اللي خلقني محطول ضافني لو انت اغر راجل في الدنيا وحيط اللي خلقني لها ابنا معسي تسيدك راجل تتحكى عنه ماصر كلها مش بس البلد راجل بجد مزايك يا عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم الف بين كلوبهم وارزقهم السعادة في الدارين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير اللهم امين ف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة